اشتكى أصحاب المقاهي في محافظة المفرق من استمرار إغلاق محالهم بسبب أوامر الدفاع دعين الجهات المعنية إلى النظر بإعادة فتحها سيما وأنها مصدر الرزق الوحيد لهم وللعاملين في هذه المحال تفاصيل أكثر وما رصده أنس الحرحش مراسل المملكة من هناك تفضل أنس نعم ساندي حقيقة يعني خلال الفترة الأخيرة وتحديدا خلال الأشهر الأخيرة أغلب القضايا أو الملاحظات التي وصلتنا يتعلق في قطاع المتضررين من جراء أوامر الدفاع مثل صلاة الأفراح محال تأجير لوازم الأفراح أيضا المقاهي والكفشبات والأندياء الرياضية أو ما يسمى بالجيم تحديدا أيضا صلاة البلياردو وغيرها من القطاعات التي منها ما أغلق ومنها ما تقلص عمله بمنع تقديم بعض اللوازم في هذه المحال مثل الأرقيلة في المقاهي نحن الآن متواجدون في مقهى وهناك حقيقة عدد كبير من المقاهي في محافظة المفرق أعلن المحال للبيع أو ترك المحل أو أغلق هذه المصلحة لعدم الجدوى منها بعد أوامر الدفاع للحديث أكثر ينضم إلينا صاحب مقهى في محافظة المفرق ليحدثنا عن الضرر الحاصل على هذا المقهى وباقي المقاهي في محافظة المفرق السيد مراد أبو سيف يعطيك العافية أنت صاحب مقهى في محافظة المفرق نتحدث عن الضرر التي تعرضتم له خلال الفترة الأخيرة من أوامر الدفاع ولربما هناك جائحة ولكن ما الذي تقومون به للالتزام بأوامر الدفاع والضرر الذي وقع عليكم السلام عليكم ورحمة الله أولا المقاهي الشعبية والكفشبات بشكل عام تعتمد على تقديم الأرقيلة ولم ننزل قرار بمنع تقديم الأرقيلة إحنا وقفنا شغول نهائيا يعني مثل ما أنتوا شايفين المقاهي فاضية ما بيجي حدا يطلب مشروب مدوم ما يأرقل نعتمد 90% على تقديم الأرقيلة إحنا هنا بالمقاهي ومن التزمين بكل شروط السلامة العامة يعني التباعد موجود جبنا جهاز تعقيم للأرقيلة تغيير مياه الأرقيلة بعد كل زبون بربيش صحية لجميع الأرقيل يعني ما فيه أي معاقمات الكمامات يعني من التزمين بكل شروط السلامة العامة وإحنا من القطاع اللي الضرر سكرنا قبل هالمرة ثلاث شهور وكل ما يصير شيء أول شغلة كفشبات المقاهي يعني كثير نضرنا إحنا عندنا التزمات عندنا أجرات عندنا موظفين أردنيين مش قادرين على أنهم يفتحوا بيوتهم يصرفوا عبيوتهم يعني ما عندهم دخل غير الدخل هذا وعندنا فواتير كهرباء عندنا فواتير مي يعني ما فيه قطاع بخلاء من الالتزمات طيب إذا ما تحدثني يعني شاهدنا بعض المقاهي تعلن مقاهيها للبيع لربما هل وصلنا إلى هذا الحد؟ وصلنا لهذا الحد وأكثر لما أنا آجي أسكر ثلاث شهور وبس أرجع أفتح بدي أصوب أوضاعي أرد أسكر معناته أنا مش بس بدي أبيع بدي يعني أنا أدور على شغل لما يكون عليه التزمات أجار محل عالي فواتير موظفين هاي كلها ما عند أسكرها لما أنا أسكر بالسنة أربعة وخمس شهور شو ظل بالسنة؟ طيب نعلم أننا نمر بجائحة ما الحلول المقترحة لربما من خلالكم لاستقبال الزبائن في ظل أوامر الدفاع هسا إحنا كنا كمواطنين بنحب نحافظ على بعض وكل الزبائن وكل الناس إحنا يعني بهمنا إن نكون بالمرتبة الأولى بالنظافة يعني أخذنا كل الحيطة والحذر بعدنا يعني طاولة مسموحة عليها شخصين ثلاث الطاولة الثانية فاضية عملنا كل طرق المباعدة ومع هيك البرابيش الصحية استخدام مرة واحدة وعندنا كمان أنه التعقيم جبنا جهاز التبخير والتعقيم وإجوا كشف علينا أكثر من جهة ولاحظوا أنه إحنا الحمد لله ملتزمين وأغلب كفي شبات المفرق إذا مش جميعها ملتزمي بشروط السلام العام كاملة لأنه إحنا أغلب زبايننا معارفنا وأصدقائنا فبهمنا نحافظ عليهم ونحافظ على سمعة محلنا شكرا جزيلا سيد مراد أبو سيف إذن كما استمعتي ساندي هذا هو الحال في بعض المقاهي إذا سمحت سيدي هذا هو الحال في بعض المقاهي في محافظة المفرق يعني هناك عدد من المقاهي أغلقت لربما في محافظة المفرق عدد من المقاهي تعثرت في محافظة المفرق منها من عرض محاله للبيع بسبب سوء الأوضاع وعدم القدرة على دفع ربما رواتب الموظفين والتي هي بالحد الأدنى في أغلب المقاهي هناك من لم يستطع دفع الإجارات والالتزامات من فواتير الكهرباء ومياه وغيرها من الفواتير التي تترتب على أصحاب هذه المحال أيضا نقطة أخيرة ساندي هناك بعض أصحاب المقاهي يقول أننا نقلنا هذه الحالة منع الأرقيل في المقاهي إلى المنازل والتجمعات أصبحت خارج المقاهي وإنما تتم في المنازل عبر تجمعات شبابية لربما في مناطق مختلفة يتم الترتيب عليها هذا هو الحال في محافظة المفرق وأعتقد أنه في كافة محافظات المملكة نفس المعاناة من القطاعات المتضررة نعم أنا أسأل حرحشة مرازل المملكة من المفرق الله يعطيك العرفية